أنهى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي حكمه للبلاد بنقله كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي يتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وأعفى الرئيس هادي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه وقال إن مجلس القيادة الرئاسي سيستكمل تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية التي بدأت في شباط عام 2012 إثر انتخابات كان فيها هو المرشح الوحي ونص إعلان هادي على أن يكون المجلس برئاسة رشاد العليمي وبعضوية سبعة أعضاء وبحسب القرار فإن كل عضو في المجلس هو بدرجة نائب رئيس بينما يكون لرئيس مجلس القيادة حصرا الخيادة العليا للقوات المسلحة والمصادقة على الاتفاقيات وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة كما أعلن عن تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي وجدد الإعلان الرئاسي أثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة كما فوض الإعلان المجلس بالتفاوض مع ميليشي الحوثي لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد ترجمة نانسي قنقر